كلمين عن الكتاب وكلمين عن فكرة الكتاب واخدت منك قد ايه الفكرة دي في تحضرها في اعدادها في توضبها عشان تطلع في الاخر بالصورة اللي انت طلعتها بها للقارئة اوكي هو فكرة الكتاب جات ان انا كنت بكتب مقالات في بعض المجلات وجرائد عن الصفر والسياحة بس مقالات وبعد كده جات الكورونا ففيه وقت كتير قوي فقلت لي لا ام حاولش موضوع الكتاب وانا عندي اسطوب حلو يعني بصراحة في الكتابة وطول عمري بحب القرية وحاولت ان الكتاب يبقى خفيف فهو طبعا باللغة الفصحة بس اللغة بسيطة وبيخلي القارئ يحس ان هو فعلا سافر معي وده يعني كان فيدباك اخدته من اكتر من حد من اللي ارى الكتاب سواء النقاد او اصدقاء فحاولت ان اعمل زي محطات محطات تاريخية محطات ثقافية يعني فيه فصول كتير في الكتاب انت تطلع بمعلومات فيه ناس او مرة تسمع عنها مثلا لو يعني سمح الوقت هبقى احكيلك عنها فكورونا قعدة طب يلا اكتب 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 ابتدت اتجه لكذا دار نشر عشان يتبنوا المواهبة والحمد لله كان فيه دار نشر محترمة جدا كانوا بيهتموا بكل المواهب وكان شايفين ان ادب الرحلات فيه نقص كتير منه في السوق المصري فهما تبنوني بصراحة من الاول من الالف الى الياء كفكرة ان احنا بقى نعمل تطقيق لغوي نصمم الغلاف الكلام ده كله الموضوع اخد حوالي سنتين سنتين بس ان كنت مبسوطة سنتين تحذير سنتين تحذير اه بس ان كنت مبسوطة جدا بالتجربة يعني ده الشغف بتاعي فانا ما كنتش متضايقة ان تاخد زي ما تاخد المهم يطلع بالنتيجة حلوة ومرضية للجميع في كل البلاد الحلوة اللي انت روحتيها وفي كل الرحلات اللطيفة اللي انت سفرتيها ايه اللي كان بيهمك في كل بلد انك تنقليه للقارق ثقافة البلد عادتهم عادتهم تقالدهم لبسوهم مزكتهم اكلوهم يعني ايه اللي كان بيهمك انك تنقليه للقارق زي ما انت شفتيه بالزبط وزي ما انت حستيه بالزبط ثقافة البلد اقدر اقول ده اهم حاجة وروح البلد يعني انا مؤمنة بالطاقة في بلاد تشدك وتحب تعودي فيها في بلاد تحس انتش مرتاحة نفسيا فيها فهي روح البلد طبعا وثقافتها وعادات الشعوب بتاعتها مش محتاجة اقوله روح كذا وروح كذا وروح كذا ده مذكور في الكتاب زائد الثقافة والانتباع اللي سبيته البلد عندي هل حروح مرة تانية هل مش حروح مرة تانية فهي زي تجربة تجربة الواحد بيعيش فيها يعني انا فعلا كان في حد من زمالي قال لي انا عيشت معك في ايطاليا هو اكنه سافر معنا ولف الشوارع والتوهين وكل الكلام ده كله فطبعا كان اهم حاجة انا احب انقلها هي ثقافة الشعب نفسه وثقافة البلد